صباح الخير او مساء الخير عليكم ايا كان الوقت اللي انتو بتسمعوا في الفيديو برحب كل المشتركين معي في القناة كمان برحب المشتركين الجداد معي بقولك اهلا وسهلا بيكم وبقولك لو انت لسه جديد معينا اول مرة تتمعنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية لموليد برج العزراء اه التوقعات هتكون بشكل عام واستنوا في الفيديوهات الجاية هنتكلم بشكل تفصيلي عن المتزوجين لوحدهم والعزبين لوحدهم والمنفصلين والمطلقين لوحدهم ان شاء الله في العلاقة العاطفية اه لبرج العزراء اه هتكلم الاول عن الطاقة بتاعتك اه في القراءة اه انا شايفة الطاقة بتاعتك يا برج العزراء انا شايفة عجلة الحظ اه انت حاليا او في الفترة اللي جاية اه ممكن تعيش حالة من حالات القرمة اه يعني اه حقك هيجيلك اه انا شايفها كمان اه بتلفل صالحك انت يا برج العزراء اه شايفة اه برضو اللي في عليه حق الحد هو كمان هيكون وقت ان هو يعني يرد الحق اللي تحاوبه او اه او تكون هي دي القرمة اللي بتدور في حياته اه كمان شايفك اه 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 يعني لصالحك ليه لاني شايفك بتبصل قدام اه اه شايفك في فترة يعني انت طموح قوي عايز اه عايز تحدد مستقبلك اه ممكن كمان بما ان القراءة عاطفية تكون عايز تحدد مستقبلك العاطفي اه ممكن يكون مش واضح لسه بالنسبالك اه اه لاني اللي بعد كده الهنجمان انا شايفاك ممكن تكون في وضع معين انت معلق في اه لفترة اه ودا سبب وجود عجلة الحظ في بداية الطاقة بتاعتك انك اه 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 ان يعني ممكن يكون الطارو يقصد يقولك انه هانت يعني هانت والعجلة هتتحرك بعد الركود وبعد وضعك المعلق اه اللي انت استمرت فيه اه لفترة العجلة هتتحرك اه لبعضكو لو هو منتظر زواج اه فيه ترسيم العلاقة يعني لو انت مثلا حد اه في علاقة لفترة اه فيها ما فيهاش ارتباط وانت في وضع فيها معلق مش عارف ايه وضعك ايه حالتك اه لأ العلاقة دي هيكون فيها اه ترسيم العلاقة او يكون رجوع للمتزوجين او يكون وضوح امر بالنسبة اه لاشخاص اه خارج العلاقة اه لكن اه اللي بعدها انت هتستقر يعني انت هتكون في وضع ممتاز جدا ومستقر وبتكمل حياتك في ان انت انا شايفاك ببصر قدام قوي عندك طموح اه على كل مستويات حياتك وحلو قوي ان عجلة الحظ هي اللي كانت موجودة في الطاقة معين الابراج اللي موجودة او هقول الطاقات الاول اللي موجودة هي موجودة كل الطاقات لكن الاكتر معاك الطاقات الترابية والطاقات النارية والحوائية الابراج اللي موجودة موجود برج العقرب برج العقرب ازهار لك مرتين برج الاسد والجوزاء موجود معاك كمان برج الجدي برج العزرق ممكن تكون بتتعمل مع حد برج العزرق زيك برج الكوس وبرج الميزان اه دي الابراج اللي موجودة اللي انا شفتها موجودة في القراءة القراءة بتاعتك يعني انا شايفة لبعضكو ممكن القراءة العاطفية بتحتمل عكسية القراءة لكن ما بتحتملش الخطأ اطلاقا ممكن يكون شخص طاقة مش موجودة حالان اسمعني حضرتك في فيديو تاني لكن انها تكون غلط مش ممكن ابدا تكون غلط عشان نبقى مستفقين لكن ممكن تكون الطاقة بتاعتك مش موجودة حالان وتكون موجودة معي اقراءة تانية ان شاء الله اه بعضكو انا شايفة انت بتمشي من علاقة او يكون الطرف التاني هو اللي بيمشي بينسحب من علاقة لكن ايا كان انت او الطرف التاني اللي ماشي ماشي هو زعلين ماشي وهو حزين يعني مش ماشي منتصر مش ماشي فرحان اه مش ماشي ورايح على حاجة تانية لا فيه زعل وفيه حزن كبير جدا وفقدان واه احساس احساس بيوتني يعني احساس اللي ماشي من العلاقة هو احساس وحش جدا سواء انت اللي مشيت او الطرف التاني هو اللي ماشي اه شايفة شايفاك لما مشيت او الطرف التاني لما مشي هو حذر جدا على نفسه مش عايزي تكلم ممكن تكون عملت بلوك في كل حاجة وقفت اتصال وقفت تعامل تماما مع الطرف التاني اه وحاليا اه انا شايفة حيرة اه حيرة ممكن تكون بين شخصين ممكن تكون انت قدامك عارضين او تكون بين رأيين انك ترجع للعلاقة او ترجع للشخص او تكمل في العلاقة او انك تنفحب منها الحيرة دي مسببا لك اه حمل كبير جدا عليك يعني انت اه هي مش حيرة عادية او انت حاسس فيها ان القرار مش هيكون عادي ومش هيكون سهل لذلك انت عندك اه اه يعني ضغوط كبيرة اوي ممكن تكون كمان بعضكو عنده مسئوليات تانية اه مش بس الاختيار العاطفي يعني يكون عنده مسئوليات تانية مؤثرة عليه ومسببان له ضغوط كبيرة اوي في حياته كمان مخاليا مش شايف كويس يعني مش مخاليا مش قادر يمشي طريقه كويس مخاليا مش شايف اه الامور بالنسباله بوضوح رغم ان هو قدامه يعني ممكن اقولك انك قدامك يعني حاجات كويسة كتير لكن بسبب الضغوط والحمول اللي انت شايفها اللي انت شايلها انت مش شايف ده قدامك اه شايفة كمان في اه يعني قلب مقصور اه شايفة اه حدد جرح حدد خدع اه ممكن يكون ده سبب ان انت مشيت اه او الطرف التاني ماشي في قلب مجروح مقصور مخدوع جامد اه يعني انت حاليا في الفترة حالية انت بتتقلم قلم شديد سبب الحمل يعني الكافتين جام ببعضه سبب الحمل الكبير اللي عندك وبسبب القلب المخدوع او المجروح ده اه ممكن كمان يكون عندك احساس انك انت تسرعت او تهورت في حاجة او انت غلطت في حاجة اه 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 او انت في امور ما حسبت اللي هاش يعني في علاقة انت دخلت فيها ممكن تكون دوم نفسك شوية على تصرفات انت عملتها اه ممكن يكون حصل كلام جرح في العلاقة دي ممكن يكون حصل تجريح اه يعني حصل اه اه كلام حاد منك او من الطرف التاني اه بسبب تهور بسبب اه يعني حاجة انت معملتش حسابها او الطرف التاني معملش حسابها حصل تجريح واللي بعد كده يعني حصل اه هدم للعلاقة دي العلاقة دي حصل فيها هدم وانت مستني فيها فرصة اه اه والهدم ده حصل بشكل مفاجئ والتجريح حصل بشكل مفاجئ وحصل بسرعة يعني كله كل الاكشن والرياكشن كله حصل بشكل بشكل سريع انت مش عارف هو ده حصل ازاي وده سبب الضغط اللي عندك ده وسبب الحيرة اللي عندك ممكن زي ما قلت الحيرة تكون بين شخصين او تكون بين رأيين انك ترجع للعلاقة او انك ما ترجعش بعتذر لو في دوشة اه بس انا قاعدة جانب البلكونة شوية بس بعتذر لو في دوشة شوية وانا حاول عادل صوتي كمان اه انا شايفك انت مستني فرصة او الطرف التاني يكون يعني لو الحاجات دي حصلت من طرف التاني يكون هو اللي مستني انك تدي له فرصة اه في فرصة هتتقدم لك اه وشايفك بتتغير تماما يعني بتحاول تاخدوا الامور اه بشكل هادي جدا بتحاول تروت كل اللي حواليك او الطرف التاني يعني انت بتستعمل معي اسلوب مختلف تماما اسلوب فيه ذكاء وفيه حكمة وفيه جدوء اه او الطرف التاني هو اللي نوي يعمل معك كده يعني لو هو اللي ماشي هو الغلطون هو يعمل معك كده اه يبعد عن العصبية والااا والحدة في الكلام ويبتدي يتعامل معك بشكل اه 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 شوية فيه السياسة يعني شوية فيه السياسة فيه تساهم اه اه اعايز يسيطر عليك اه اه او على تفكيرك من الناحية دي بس مش بشكل وحش يعني بشكل كويس مش يسيطر على تفكيرك بشكل وحش لا بشكل كويس او انت اه اه اللي جاي لك بعد كده برج العزراء اه انا شايفه فيه عندك انتصار انتصار اه في العلاقة العاطفية اه يعني بعد التعب وبعد جهد كبير جدا لبعضكم ممكن فيه علاقة تعال فيها كتير اه لبعضكم ممكن تكونوا كنتوا منفصلين اه لبعضكم ممكن يكون اه غير مرتبطين اه رسميا وانت احاسس ان انت تعبت في العلاقة دي او قدمت فيها وقت كتير ومن غير فايدة فالعلاقة دي زي كمان ما شفنا في الطاقة بتاعتك انت العلاقة دي هيحصل فيها انتصار اه بشكل او باخر اه لكن انا شايفة ان انت كمان ممكن تكون بتتعمل يعني انت تظاهر لك هنا اه في كارتين انتصار اه في علاقة انت ممكن تكون موجود في علاقة هي فيها توقم روح يعني علاقة اه فيها حب متبادل اه انت بتحب الشريك والشريك كمان بيبدلك نفس الشعور هو كمان بيحبك اه 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 حصل فيها شوية اه لا اه شوية زعل اه شوية غموض حاجات غمضة عنك او عن الطرف التاني لكن بعد التعب اللي انت تعبته ده اه فيه انتصار يعني انت الكارت بتاعك اللي انت بتشتغل فيه او بيشتغل علاقة او انتظارك او جهدك ده كله كارت ده جنبه من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال كارتين انتصار فانت عندك اه انتصار ورجوع يعني ممكن اللي مستني رجوع لشريك منفصل عنه اه فيه رجوع ان شاء الله انا شايفة فيه رجوع اه وترسيما للعلاقة اه فيه فرح فيه سعادة فيه الزواج اه البعض ممكن خطوبة وارتباط اه يعني بعد فترة قلم ومعاناة كبيرة جدا فترة حسبت فيها نفسك اه مين غلطان حسبت فيها نفسك انت كمان اه شفت نفسك ان انت كنت غلطان في حاجات او او في حاجات كنت متسرع او متهور فيها او او ما فكرتش فيها قبل ما تعملها اه يعني بعد كمان اه اه العلاقة انت كنت فيها بعضكو كمان كان في علاقة هو فقط فيها الامل تماما يعني اه وممكن كمان اقول اه انها علاقة يعني كان مقدر لها الانتهاء علاقة مقدر لها الانتهاء برغم صعوبة او برغم مواجهات وبرغم تحمل وبرغم انك ممكن تكون انت او الطرف التاني تحملتو فيها كتير او قلتو يعني ان نحاول ان ان العلاقة دي ما تنتهيش او انها تستمر لكن هي اه يعني هنا الطرف بيقولك انه ده كان قدرا لازم يحصل لازم يحصل لدروس ممكن تكون دروس ممكن تكون علشان بعد كده تكون حذر اه تخلي بالك اه اه شايفك كمان بني صور حوالين علاقتك وحوالين بيتك فيما بعد وانك تخلي بالك من اه حياتك اه العاطفية او العائلية اه في الفترة اللي جاية ان شاء الله تخلي بالك كمان على اه مجهوداتك يعني انت في علاقة قدمت فيها مجهود كبير قوي لكن شوية كنت متهور او الطرف التاني كنت تتعامل مع شخص اه اه متهور او مش يعني مش مقدر مسئولية العلاقة او مسئولية زواج او مسئولية ارتباط اه شايفة فيه تغيير جاي في الفترة اللي جاية فيه ترتيم العلاقة فيه رجوع فيه رجوع لمنفصلين اه شايفة كمان اه ممكن تكون بتتعامل مع يعني مع طرف تاني يكون اه مختلف عنك يعني انتو الاتنين تكونوا مش شبه بعض تكونوا جنسيات مختلفة او انت في بلد وهو في بلد اه لكن فيه بينكم اه تواصل روحي قوي جدا اه انتو اللي اتنين بتفتكروا بعض كتير بالذات في الفترة بالليل اه كتير بتفتكروا بعض كتير شايفة الطرف التاني حزين اه حزين بسبب بسبب البعض اه كمان انا شايفة هنا ابراج اه عقرب وسرطان اه معاك يا برج العزراء والابراج النارية كمان معيك اه لكن شايفة فيه قرار اه بخصوص العلاقة دي اللي فيها تباعد شايفة فيه قرار انت هتاخده اه يعني بعد سماعك لاخبار يعني ممكن فيه اخبار تسمعها قريب اه بناءا عليه انت هتاخد قرار ولو بعضكم في وضع متوقف او معلق او 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 بقالوا فترة مش بيتغير انت هيكون في ايدك القرار انت هتاخد القرار بس بعد ما فيه اخبار هتسمعها خبر او اتنين هي مش اخبار سيئة لأ اه هي اخبار كويسة اه فانت هتاخد قرار اه والقرار ده هيكون سليم لانه انا شايفة تفكيرك فيه هيكون بعقلك اكتر حاجة مش مدخل في العاطفة خالص اه هيكون بعقلك بس فشايفك في الفترة اللي جاية ان شاء الله فيه قرار هتقدر تاخده اه وشايفة ان انت مستني فرصة او الطرف التاني مستني انت تديره فرصة تانية اه لكن فيه بعدها اه ان شاء الله ترسيم العلاقة او زواجه فيه ارتباط او رجوع لشخص هو بالفعل اه توقم روح او اه للعزبين ممكن تكون في ارتباط مع شخص توقم روحك او هتقابل توقم روحك ان شاء الله في القريب وهيحصل ترسيم للعلاقة دي وشايفك منتصر منتصر مرتين يا برج العزراء ان شاء الله النصيحة بتاعتك اول اول هقول الطرف التاني بيفكر فينا ازاي اه انا شايفة الطرف التاني بيفكر اه ممكن زي ما قلت في بعضكم طرف التاني يكون متافر او انتو متبعدين مع بعض في اخبار هتسمعوها اه باعدكم في علاقه ثلاثيه لو هو في الطرف التالي في عنده علاقه ثلاثيه اه في قرار هيتاخد اه قرار ده هيكون في عدل الطرف التاني ده تفكيرو قرار لازم ياخدوا. لازم القرار ده يكون فيه عدل. آآ بخصوص العلاقة الثلاثية. لو ما فيش علاقة ثلاثية يبقى القرار ده هيبسطك انتو الاتنين جدا. وهتحتفلوا به انتو الاتنين. يعني القرار اللي هيتاخد ده مش آآ حاجة هتكون ضد مصلحتك. لأ انتو الاتنين هتكون متفقين. وانتو الاتنين هتحتفلوا به وهتكونوا مبسوطين جدا. آآ شايف الطرف التاني بيفتكرك كتير. آآ بيبص عليك كتير. ممكن بيتواصل معيك روحيا. آآ تفكيره فيك بشكل متواصل. لو انت بتفكر فيه حالين هيكون بالاقدر بسبب تفكيره هو فيك والرسائل اللي هو بيبعت هالك. آآ آآ شايفه بيبص عليك بيرقبك. آآ بيفتكر ذكرياتك ومع بعض آآ بيفتكر كلامك تصرفاتك. آآ شايفه كمان ان هو بيشوفك انت لي الزسان يعني انت الشمس وانت السعادة وانت الحياة اللي هو عايز يعيش معاها. ده اللي انا شايفاه آآ من تفكير الطرف التاني في الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا يا برج العزراء. النصيحة بتاعتك يا برج العزراء للفترة اللي جاية. عايزين نشوف انت حصل لك ايه وايه اللي نصيحتك اللي طارو بيقدمها لك. طارو بيقولك استشفي. آآ حاول تاخد وقت مع نفسك. تاخد وقت مع نفسك ان انت تتفكر ان انت تسيطر على نفسك على اعصابك. ان انت تتخلص من الجروح ومن الالام اللي موجودة عندك وانك تطلع من المسئوليات ومن كل الاعباء اللي انت حاسس بيها. لا خرج كل السيوف دي من جسمك ومن طقتك ومن حياتك ابتدي آآ تستشفي تعد لوحدك تعمل آآ تأمل تعمل استشفاء يعني اخرج من الطاقة السلبية وحاول تفكر بهدوء علشان توصل لحلول آآ او عشان توصل للمراحل اللي احنا اتكلمنا عنها في الكراءة آآ الحياة السعيدة والمستقرة واللي احنا شفناه في الكراءة. كمان بعضكم ممكن يكون آآ بينصحك لو انت آآ مدمن على شيء ايا كان الشيء ده هو ايه آآ يعني يعني متعلق بشخصي جدا انك حاول تخرج من الطاقة دي تستشف تخرج من الطاقة دي آآ مدمن على تعاطي اي شيء آآ آآ سواء كان في الاكل او في الشرب او آآ او اي حاجة انت بتعملها بشكل مفرد آآ حاول ان انت تخرج منها. كمان لو انت بتمر بحالة غضب شديدة من الشريك حاول ان انت آآ تخرج من الحالة دي آآ كمان لو بعضكم بيعاني من طاقة سلبية في حياته آآ سواء سحر او حسد آآ كمان التارو بينصحك انك تتخلص من الطاقة دي. فانا يعني قريتها على كل الاوجه يعني ايا كان الحالة السلبية اللي انت بتمر بيها او الموجودة حاليا في حياتك سواء اي حاجة من اللي انا قلتها او كلهم حاول انك تستشفي منهم او انك تتخلص من الحالة السلبية اللي موجودة آآ محيطة بيك في حياتك. آآ كمان آآ يعني هنا بيطلب منك انك في النصيحة انك آآ آآ تحاول تفكر بحكمة تفكر بعقل آآ تستكشف الامور تفكر اكتر كمان عايز بيقولك بعمق آآ يعني ايه بعد عن العاطفة فكر آآ فعمق الاشياء آآ ممكن تكون دي اللي يخص في العلاقة يعني ايه اللي يوصل الامور لكده ايه اللي ممكن الحلول اللي ممكن نعملها علشان الوضع العاطفي بتاعنا يتحسن هو هنا مطلوب منك انك تفكر بشكل عميد جوه آآ جوه الحالة نفسها ومش بشكل عشوائي ولا بشكل آآ آآ خارجي يعني برا لا اكتشف وتعمق جوه الحالة العاطفية بتاعتك لان احنا هنا بنتكلم عن الحالة العاطفية فالمقصود بيها هنا الحالة العاطفية بتاعتك ايه بعد عن عن اللوم كمان وعن العتاب آآ في الفترة اللي جاية لان انت عندك حاجات كتير اوي ملغبطالك دماغك آآ ما تخليش يكون عندك كمان اختيارات كتير اوي عشان ما تتلغبطش وتبتدي تلوم نفسك كتير او تلوم الاخرين كتير ابعد عن الحاجتين دول آآ التشويش في الاخكار او انك تكون حاطت حاجات كتير اوي في دماغك لدرجة انك مش قادر تفكر في حاجة معينة طلب ينصحك انك تبعد عن الطاقة دي او الطريقة دي في التفكير لا خليك خد وقت كده مع نفسك لوحدك وقتها دي واكتشف فكر بعمق بعيدا عن الضبابية وبعيدا عن التفكير اللي في حاجات كتير كلها متدخلة مع بعض آآ تأدي لان انا لوم نفسي او عاتب نفسي او لوم الطرف التاني كتير وعاتبه كتير وده يقدي لمشاكل اكتر في المشاكل اكتر في العلاقة او يقدي لانك انت تعد حاسب نفسك كتير قوي يعني ممكن تكون بتدخل نفسك في دوامة ما بتخلص بسبب الافكار الكتير او تدخل الافكار في دماغك لا خد وقت مع نفسك وايه ده ابعد عن الغضب ابعد عن آآ آآ انك تلوم نفسك ما تلومش نفسك وما تلومش الطرف التاني لأ آآ 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 اعمل ايه اختلي بنفسك وفكر بعمق اكتر في العلاقة آآ القراءة بالنسبالك انتهت برج العزراء ان شاء الله بالتوفيق والسعادة والحياة الجميلة ليكم جميعا ولكل الابراج يا رب وآآ ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واستنوا مني بقية الكراءات وكمان عن الصحة والمال والعمل والسفر وشكرا للمتابعة برج العزراء